هاي خط السير القادم من طريق مطار المثنى باتجاه تقاطع عمان هاي ان عندك مجمع المحاكم باتجاه شرع التجنيج سابقا هذا الطريق نسى لك سايدين شدم weary تفتاح بدون باڟا و بدون كل شي كثيرا كتفصيل خط السير القادم من شرع مطار譜 نى الى منطق الخضاء الى تقاطع عمان الى شرع الزيتون أو إلى طريق مطار بغداد الدولة أو إلى الجسر المحلق هذا كل نفتح هذا نفتح بالكامل الاستعاب يستوعب البواب ثلاثة عجلات للدخول والخروج لكل استعيدين بدون باجات بدون أي من الساعة الخامسة إلى الساعة من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء كمرحلة أولى كمرحلة أول نعم أكو خريطة ثانية شباب طون الخريطة الثانية حتى تبين لسيد اللواء هذه الخريطة الثانية ضمن هذا الشارع ضمن هذا المجسد طريق اللي في جينا من باب تسعة أو من طريق مطار مثلنا نعم وجود هذا الجسر العنكبوتية أو الأنفاق العنكبوتية هذا نفق قادم من بواب رقم تسعة بالضبط نعم يعني بوابط طريق مطار مثلنا عبيتنا تسمية عسكرية اي صح هذا خط السيار يجي يدخل إلى داخل نفق هذا الخط الثاني يجي من نانا من داخل نفق من فوق يطب يطلع على داخل خارج النفق نعم هذا الخط السيار الآخر يجي من شارع من نفق الزيتون يسلك هذا الطريق يطوب باتجاه المنطقة الخضراء هذا الخط السيارة الآخر يدخل داخل منطقة الخضراء ويطلع وين؟ داخل نفق الزيتون باتجاه حيث هذا كلهن نفتحن يعني خلص نفتحن بالكامل وما راح يتم غلقن مثلاً لا لا ميتم غلقن بضمن التوقيتات اللي علننا عليهم من الخمسة لغاية السبعة الخريطة رقم ثلاثة أيضاً هذا منفتوح من 2003 هذا المنحني أو المنعطف باتجاه طريق شارع الزيتون هاي ساحة الاحتفالات أمامك نعم هذه المنصة هذا الطريق أيضاً يجي خط السيارة القادمة من تقاطع عمان اللي هاي خالب اللون الأحمر تقاطع عمان تقاطع عمان الحد ما يوصل الحد هذا المنعطف أيضاً هذا ينفتح هذا طبعاً به ثلاث سايدات أي صح يمشي باتجاه شارع الزيتون هاي الصبات الرفعة هاي الصورة القديمة طبعاً صح واضح هذا اللي يصير محايد باتجاه الجسمة ساحة الاحتفالات نعم هذا شام مغلق فتحناها السامان هذا مغلق من أي سنة سيارة الواقع من 2003 هذا ما نفتح أبداً ما نفتح هذا عالفاج فقط اي مفتوح عسكري فقط اي عسكري فقط والقياد عالف غداء بنفس الوقت نفتح خط السيارة القادمة من شارع الزيتون من ساحة الفارس العربي نعم باتجاه هاي الخريطة رقم أربعة اي اي هاي 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 الخريطة طبعاً باتجاه هذا يجي مننا بالإمكان ما يطلع باتجاه الحارثية أيضاً طورنا أمانة مغداد طورته جيد وحلته ويقدر يطب فتحنا النفق النفق مع المجسر مع زيت مع النفق زيتون يطب مننا ويطلع باتجاه حي التشريع باتجاه النفق شاسمه جسر الجمهورية جسر الجمهورية وبالإمكان يستمرس هذا السيارة ليهو على طريق مثلاً الزراء ما الزراء نعم هذا يرجع مقابل هذا يرجع وين باتجاه الحارثية أو البياء أو غيرها الطريق القادسي طيني الخارطة الخارطة الرقم 6 هذا خط السيارة اللي أكدنا عليه ما شارع الزيتون هذا شارع الزيتون هم نفس الشي خط السيارة القادمة من ساحة الفارس عربي باتجاه شارع الزيتون بإدخال مطار الخضراء أو الخروج باتجاه نفس غيتون عن طريق الأنفاق أو الاستمرار إلى الطريق القادسي السريع هاي هاي قلت لك أتحدث وهاي المسات اللي صارتها تشار مغلقة طبعاً كلها كانت مغلقة هاي الصورة بين أسفل المجسر وهذا يستمر باتجاه طريق القادسية هذا كله أيضا نعم همنا فتحت الصورة اللي بعدها سيد المخرج هذه كداية توضيحية هنا عندك أسفل مجسر المعلقة مفتح بالكامل وعندك هذا خط السير من كرادة داخل هذا ما الكرادة داخل سير وهذا مفتوح من جو لا مفتوح بس هذا صار بتأهيل رفع الصبات بالكامل وهي أضلهم عندنا معرقلات إنشاءة بالكامل اللي هو خط السير من كرادة داخل ومن كرادة خارج انفتحها باتجاه المعلق كدخول وكخروج انفتح بالكامل الطريق ورفع كل الصبات اللي هو العرقلات الموجودة عليه جيد نعم هذه الخرائط فقط اللي موجودة نعم هل ستعدى خيط أخرى اللي هي مجاورة الخط هذا ما مفتوح منه ٢٠٢٣ هذا خط السير القادم من يم خليقوا المطعم علي باريس من يم مجسر الحارثية جيد يطلع باتجاه هذه البوابة يطلع باتجاه النفق يرجع العفو باتجاه شارع الزيتون هاي السهم ايه اما يطلع باتجاه ساعة القادم أو يروح إلى المطقة الخضراء يدخل إلى الخضراء نعم يروح باتجاه طريق القادسية هذي الخرائط اللي موجودة هاي الخرائط الموجودة نعم هاي ما الخريطة رقم ٩ هاي رقم ٩ هاي أيضا اصدار بها توسيع اللي هي تجي من من منطقة الحارثية الكندي نعم باتجاه هذه المدخلات كان عندنا سيطرة بالكامل أيضا كان عندنا تحديدات بها نعم رفع كل كترة الكنكريتية صارها مدخل سالك ثلاث عجلات مخرجها ثلاث عجلات طيب يجتمر باتجاه طريق القادسية بدون أي توقف جيد جدا نعم هذي كل الخرائط تعبناك احنا سيادة اللواء لا لا ما ركزك هذا واجبنا سيادة اللواء نعم هذي فيما يخص المنطقة الخضراء نعم تكلمنا عن المنطقة الخضراء وفيما يخص المنطقة الخضراء نعم أكل إلى الآن السيطرات التسعة اللي نتكلم عنها سيطرة الجادرية الرفعة الجادرية هي سيطرة الجادرية الرفعة سيطرة الطابقين الرفعة زيونة زيونة الرفعة نعم أكو سيطرات أخرى مثلا سيطرة الشؤون اللي بالتاجي نعم سيطرة ساحة مضفر سيطرة جسر ديالة سيطرة واسط بس يعني أوضح لك شغلة واحدة أنه تنسيق سيد القادة العام قد مسألها أمر بإجراء تنسيق وعادة تهيل ودراسة مستفيدة كاملة لجميع السيطرات جيد ينعيش بمثال عندنا سيطرات حاكمة مثل هي سبحانه أليف وبا نعم السيد قادة عمليات بغداد المحسرم دا يدرس هذا الموضوع وكو خطة إجراها بالقريب العاجل يعني هناك خطة بديلة لرفع هذه السيطرات لا يعادة تهيلها في مكان آخر يعني مثلا سيطرة جسر ديالي معلومتي الصحيحة أنه كان مفروض تنقل إلى اللج لا أكو هسا أكو اتفاق يعني إحنا ما نقدر نسبق الحدث واني عجو هسا ما يقدر نسبق الحدث بقدر ما يقدر نطيق أكو عادة تهيل بالكامل يعني السيد داوتري زرار المحترم يعني مهتم بهذا الموضوع اهتمام مئة المئة جيد يدعي التنظيم السيطرات بشكل مدروس محكم من جميع النواحي أمنيا وعسكريا وإداريا وكل النواحي يحكمها إن شاء الله